قال الله والله ذا قيصر بتاجه صور جانه وبهده الرجل اللي هي جانس تقطق على ملوك اللي حوله كلهم وهذا اخوه جاس في جبه هذا اخوه عارفه وخوي مسوي انه ما يعرفني وانه ما بغا عارفه لي خربت لي فتكلم مع قيصر انه ما بصير 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 فقال قيصر اشتقول فالله جانب جبه منكم ذات رفيرس وشاوره في كل الامور اللي تخسرون وشاوره الحين بامر الفرس زرير ما تشاوره هذا هذا منه اصلا ما يهمني رأي هذا عبد من عميد الفرس الرأي لي انا ولي الملك هذا ما عرف ما شاورته وانه ما شاورته تنكفر اخوه قدام قيصر وقيصر سكيته غارة سكيته انطعن انطعن وش تازل له اخوه يقول الكلام اصيح انا كوم اضربه اقول وش اسوي بك سكيت بس ما نوغب يكلي طرعوا الفرسر وانه من شاورت وكيف يدخش انطعن 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 من السجارة القيسا وين بمكانه قالوا وما نكايد بكسورة رأينا مخيام والأرض الفلانية يومية بشبه يومية وعيكس وما نهل الطريق الفلانية بكطري طرعا عندهم بحالة انتظر بأمريكا اللي ولدها زادة بشتاس تجعل حالة انتظروا عسكرا يتظرونا والعالم انتظروا نكتب وانتظرونا كتب علي أخوه طرعا عندهم لنسكروا الخير هلا كيف هذا نتقر يوميني تقنف ريكلا لك من هذه الحالة تستوجبني أبو كلا سلم عليك أبوه بقول ان كان هذا الحاجة الغانية يرجع يأخذها أبو ترها معه عطاني أبوه في يردب أي زاغ في الأرض ويترك لأكم فأصدر له أخوه اني أنا تصرفت معك سي كده قدم قصر ان الحالة تستوجبني سي كده أبوه يرسلني أتعبكت هو أنت ولا لا هو العين بعد ماذا كانت ربوي معطيك التاج ومعطيك السلول جامعين تلبسها من أرض الروم وتدخلها أرض الفرص ولا ينسي خطرك الأطيام فقبره معتداره قل له قبره مشي في حاجة أنا بيها في قيسنا ذل الأمير ونفرار ذات أنا ماني خامل الذكر به أبي يدري إن في حرب تنذب من عند منين راحي المخيم كو جهزوا منك وأنا كنت لك راحي المخيم كو جهزوا منك راحي المخيم كو جهزوا منك وقال الفرصي قبره طلبه بالجزية وإنك دموره لكن من شرق قال الليلة أنا أنا بيكون هناك في الليلة تجي أنت وما كانت في الخاصة أنت تفاوض التفاوض النهائي وتبشي قال قصر تب أنت بتكون قبل هناك قلت تبني كنت بشي خلاص ثمك هناك وفق القيصة الرجل ذا أنا أثق في الثقة عامية هذا يصبح علي وفعلي وكان لي الخدمات اللي نبي بها يلبهها بين الفرص وبسيط أمرا فيها لبه مو في أرد الفرص رائد فجاء في منطق هذا قبل القيصة ومشتاس ودخل على الفرص ومخيمهم ومخيمهم تعوش فكلهم يعني كعادتهم يقبلون النار الماليتين لبسوهم على الحاجة وتعصوا رجال اللبس الملكي وجلس في نص المخيم ومعنا في نحن خلاص أنا ملكي اللي في نسك الله الزعنة اللي لي أرضوني فيها ربي ثمار فرد شوية لهم يقولون قيصر قيصر عسكر قيصر قيصر جان وجلس منهم قيصر عشر قبل من داتا فنفس القيصر استخروا في النار اي هذا إحصان إحصاننا نسيق وهذا إحصان زادة نسيق أكيد نرتب الهم فصفوا عسكر وهو مدخل قيصر وأقول مدخل الزمان كل الفونس ساجدين وهو جالس انت يا نصيبين نفسي تاج فران دارة الارض قيصر الصورجان وتاج هذه رمز الملك الولد هذا ملك وملك من ملك الفونس فوقه في قيصر طبعا نكمل الجزء سيطالة للمسيق بيهم تجو سيطالة ستاكم الله اخوضوا يا رجل يا فقطام، نروح البيت يا رجل يا رجل . اشتركوا في القناة